اشتركوا في القناة اللي صارت والخوف المستمر عند أطفالنا كريستينا هذا موضوع حلقتنا لليوم بدي أهلا وسهلا فيك كريستينا حموش مرشي صباح الخير كريستينا بعتقد بالأربع سنين اللي قطعوا لليوم كتير من الصدمات قطعت على أولادنا من الوباء العالمي لإغلاق المدارس والأعدة بالبيت البعض الاجتماعي اللي خلينا نمنعهم يعبطوا أحبابهم وقرائبينهم التاتا والجدو صارنا نخاف عليهم أكتر بعدين انفجار أربع أبيل اللي بعتقد كان هو الأسوأ تأثيره خاصة على أطفالنا حتى اللي كانوا بعض ولكن تتابعاته كانت كثيرة مؤخرا الزلزال اللي حسينا نحنا فيه الحمد لله أكيد ما كان عنا يعني ضحايا ولكن الخوف المتكرر من وراء الأشياء اللي منشوفه على الأخبار ومنسمعه الصور اللي بتكسر القلب من البلدين سوريا وتركيا كمان إلى كتير تأثير على يعني إذا علينا إلى هلأ التأثير كيف على أطفالنا اللي هن بعضهم هيك عواطفهم وأحسسهم ومشاعرهم عن جد هالشي صاح أنا مش نهيك ماي حبيت اليوم نطرح هذا الموضوع عن جد تنواعي كم يعني كم حدا من الأهل اللي عم بيشوفوا أولادهم عم يعملوا اضطراب معين وبيتهاونوا وبيتساهلوا بالعكس نحن مثل هيدا مثل عملية أنزار بدأ أحكي أول شغلة هي عن اضطرابات التوتر مع بعض الصدمة المعروفة بـ PTSD يعني Post Traumatic Stress Disorder هن اضطرابات نفسية هي إلا سببين أول سبب مثل ما حضرتك ذكرت من وراء حضوص شيء دامهم يعني عصاعد مثل انفجار مثل ما قلت كانوا قراب ولا كانوا بعيد هن تأثروا مباشرة وغير مباشرة وعندنا كمان هلأ آخر شيء كمان قبل وباء كورونا وآخر شيء هلأ الزلزال كثار من الولاد حسوا بالزلزال وكثار من الأهل حسوا قبلوا ولادهم ولادهم كانوا نايمين وعون بشكل مساجي وبيشكل يعني ما عرفوا شو بدهم يعملوا وعون ضغري ونقذوا الولد يعني الولد إذا ما كان حاسس هيحس على نقذة أهله هذا أول سبب أنه ولد عم بيعيش هيد الصدمة في سبب تاني كمان غير مسكر وغير معلن وقليلتا نحكي فيه هن صدمة التراكمات شعن صدمة التراكمات أوقات الأهل بيتبعوا أساليب عقبية متكررة مع أولادهم مثل هذا الولاد بيحس أنه بحس بهذا الشعور أنه هو الدونية هو غير موجود غير محبوب كمان حتى أساليب تربوية أوقات نحن عغضبنا كأهل نصرخ فيهم نستعمل كلمات ما بحبك أو كلمة ما بحبك أو ياريك ما خلقت حتى بتحسي قدي نحنا كأهل نرجع من فكرة أنه لا يلا سيبا السجار لا ما هي كلها تراكمات ورا تراكمات نحنا هيك منسمية صدمة التراكمات بصير الولد عنده هيدا الشوك الناتج عن تصرف أهل حتى قدي الأهل كمان لازم يرقبوا على سعيد جاردوري يعني أوكي الأم بتشتغلوا هيك بس بالجاردوري قدي هنا بيهتموا بالولاد معنى مع احترامة لكل الجاردوريات مش قدي الأم وقلب الأم لما تحس بي بولدها ولما تحس بأبنا قدينا إحنا لازم نضلنا عندنا شعور هيدا تتيقز وننتبه حتى بالمدارس دايما منقول أنه خلي دايما الأهل على تواصل مع الأسادزة وكمان في كثار من الأهل بيتبعوا أسلوب الشكوى على الأستاذ وهيدا الشيء أكتر شيء لما الأستاذ يعرف أنه هيدا التلميذ أهله تشكه بتحس كمان ما الأستاذ جويته الطفل بتحس كمان عنده شعور بصير عنده شعور عدائي مع هيدا الطفل ويتصرف بطريقة كمان سلبية بتخلق له صدمة بصير الولاد من سنة لسنة ما بيحب هيدا المادة من وراء أستاذ معين دايما بيلاقي صعوبة تبريزينا شو هي الإترابات المرتبطة بالصدمات اللي معقول نشوفها نعم ونشخصها على أولادنا نحنا حنحكي عن أعراض في كذا أعراض بس أنا بدأقول للأهل يعني إذا شايفوا من خمس أعراض اللي أنا عم عددهم يعني هلأ ابننا نحنا بحالة صدمة وأكيد هلأ بعد شو ما نحكي عن شو هن العلاجات المتبعة طبعا أول عارض من حاسة أنه الولاد بينفر من الأماكن معينة من أصوات معينة تنقول حطه مشهد على التيفي بتحس هيك هو بيرتبك أو ما بده يحضره فيه كمان عنا بيعمل مثل سيستام نسميه فلاشباك لورا بصير يتذكر الحدث اللي صار ونفس الشعور بيريوده الخوف تقيت القلب السريعة وبيصير في عنده بانيك أتاك وبانيك أتاك بتحس نفس عوارد كأنه قصص معينة يعني عوارد جسدية اللي علاقة بعوارد نفسية نسميه نحنا بسيكوسوماتيك بصير هيدا الولد يعرق يرجوف يددايق حتى أنا ما يبده هيك قطع شغلة في حدا من الأطفال اللي بيجوا لعندي بنعمل علاج نفسي أنا وياهون بتحسي عنده خوف من المدرسة كل ما بده يروع على المدرسة مع أنه هو كبير يعني شوي كل ما بده يروع على المدرسة نفس العوارد بيحكموا دقات قلب بيحكموا رجفين بصير حرام الأهل اللي بصير قوله عن جاد ساخن يعني ببين الإسفرار على وجه أنا بقلهم هيدا عوارد كلها نفسية أكيد صاير معه شك معين بمرحلة معينة من عمره بالمدرسة نعم من المدرسة كمان بدي أكملك بعد كمان عنا شعور الولد بيضال هيك متيقز متنبه بتحس مثلا إذا طلع صوت خفيفة بينقص ضغري بيتلبك ضغري ودايما عنده مشاعر تشاؤمية يعني دايما بيزأل أسئلة أو قلت الأهل ما بيقدرسوا لأسئلة أطفالهم بيزأل أسئلة معينة إنه شو بيصير بعد الموت في قصص غريبة ممكن الولد يطرحها الأهل شو بيفكروا إنه يشو زكي كيف بيفكر بس هو أوكي أكيد الولد زكي ليفكر بها الطريقة بس نحن بننقذ إنه بعمر معين عم يسأل هيك سؤال شو صار من بعد الزلزال يعني لما الولد يحكي هلأ نحكي عن آخر حدث لما الولد دايما عم يحكي عن الزلازل وشو صار يعني هيدا الولد ما طالع من الخبرية هلأ أوكي شي منيح عم يحكي وعم بيعبي بس في أسئلة هون الأهل لازم نحطها أليا في كمان عنا تبول لإرادة هيدا بتصير كمان بصير يقوم بالليل إذا أكيد نحنا إذا ما كان عنده مشكلة جسدية نحنا هون ما ننقذ لأنه في شي نفسي كمان بصير في أكتر التشمال للأهل يعني يوم ما بتروح الأم ويوم ما بيروح البي أكتر بصير بديضع الحد بيعمل بصير يبكي أكتر بس كل ما يروح على المدرسة قبل ما كان بتتفاجأ الأم وبدي أسكر شغلة ما ذكرتها بأول شي إنه الاترابات اللي عم نحكي عنه الماء ما بيبينه ضغرة ما بيبينه بفرد نهار بنهار أكيد بديو يعمل بانيك أتاج عم بيشوف زلزل عم بيهز قدامه على الأرض أو عم يحضر أسس أو عم بيشوف شي أكيد بدو يخاف طبيعي إذا ما خاف هون بيقول في شي مش نورما طبعا بس لما يبين هيدا الشي ردي تفاعل بدا تكون صح موجودة وهي طبيعية يعني صح بارئ وصغر بس في أولاد ما بيعملوا أوقات ردي تفاعل بيفكرون أهل إنه لا هنه قوية أو في أولاد من لقي عندهم مثل ريزيليونس قدرة على المقاومة غير أولاد أنا اللي عم بيحكي عنهم هول العوارد مش عكل أولاد بيتطبقوا لأنه في أولاد بتحسي عندهم ريزيليونس أكتر من غيرهم قدرة المقاومة قدرة التخطي هول العوارد بيبينه بعد أسابيع وبعد أشهر منحس اللي عم قلك عنهم هالأعراض كمان منحس كمان حتى على الطفل أكتر عنده انزوة انتوائية ما بيحب يلعب مع غيره بيضل بالبيت بيضل مثلا بيقوته بما كان بيحس حاله أنه هو سيكوريزي منحس عنده خصة عم بيحكي هلأ بيبليش بالعوارد من عمر سنتين لخمسة خصة عم بيلاحظ فيه تقطأ بالحكي بيقيمان ما بيحاول يوصل المساج اللي يجب يتوصل بشكل سليم بيتردد بإيصال الرسالة وبيتبع أسليم كأنه بيبي سير يتراجع نموه بدل ما يكون نموه الطبيعي بشكل سليم عم يقبر عم يتعلم قصة بالعاكس بصير أكتر بده تتين بده بيبرون ويكون نحن تخطيناهم لهذا الشي بصير كأنه عم يعمل ريجريسيون يرجع شوي شوي لورا وكمان بعد شغلة من العوارد أنه بتحسي أوقات بمطارح معينة بيشرود كتير مثلا بيكون قاعد بيشرود ما بيكون نحط له كذا لعب قدامه ما بيكون عنده هيك إلاء ترسالة لهيدا اللعبة فهول هن العوارد هول أكتر شي عوارد لازم الأهل يدركوا الأمر على بكير لكن من الأعراض اللي ذكرتهم دكتر حموش إذا فيه وبتلاحظوا عنده ولادكن خمسة من هالأعراض متواجدة وهون مثل ما قلت بشكل متكرر على وقت محدد مش بنهار أو بوقت الكارسة أو بوقت الصدمة أو ترومة يلي صارت بليزم تبهوا متهموا صحة ولادكن نفسية لأنه بتأثر على صحتهم الجسدية بتأثر على كل شي أنتو بهمكن يمكن أكتر من الصحة النفسية للأسف لأنه بنعرف كثير من الأشخاص بيستخفوا بهيدا الموضوع صدقوني بأثر على كل الأمور على نتائجه بالمدرسة على تصرفاته بالمجتمع على حياته بالمستقبل على نجاحاته على أنتجيته بعدين بعمر أكبر كونوا متقدين وتذكروا أنه بالفعل نحن بنعرف اليوم كمان يمكن فيه أهل وعيين على هذه الأهمية ولكن بيعتلوا هم الكلفة بدنا نقول مش بس دكتور حموش دكتور حموش وغيرة من الأطباء نفسين لبعضهم مش بس أطباء تجار هن أطباء إنسانيين أكيد ما تخلوا الكلفة المادية تكون هي العائق في كثير من الخطوط الساخنة في كثير من الأطباء مثل دكتور حموش وغيرة بياخدوا بعين لأعتبار الوضع الاجتماعي للشخص لحتى يكونوا عن جد عم بيهتموا إنه تكونوا مرتحين تاخدوا ولا تكون وتبلشون أول خطوات العلاج عادة التشخيص كيف بيصير كريستيان أنا اليوم إذا حسيت على طفلي عنده هول الأشير والساينز والأعراض وتوجهنا لعندك الحديث بتصير مع الأهل والطفل ولا مع الأهل بأول مرحلة بعدين ويإنترديوس الطفل ولا ضغري الجلسات بتصير مع الطفل ماي أنا بدأ إلك شغلة ذكرت بس سوري بدأ قطشي قبل ما نسأل حكيت شيء كثير مهم عن جد في كثير في كثير معالجين نفسيين عندهم حس من الإنسانية أكيد ومنقلهم أنا دايما بقلهم أوقاتي بيجوني يعني أنا بجري بقد ما فيني يكون متساهلة وبسير يعني بعرف هلأ الوضع كيف عم بيكون نحنا بهمنا صحة الطفل وعن جاد الأشخاص اللي بتآمن على صعيد إنسانية بتحس فيه تفاعل أكتر صح يعني أنا عندي مثلا صفحتي على إنستا على فيسبوك فيهم يتواصلوا معي دايما حتى وقت منعمل أونلاين ساشن زوم أو قات بيكونوا مثلا بأماكن ستكنين شوية بعيد وبعرف هلأ الوضع المادة ترانسبور كمان منعمل ساشن أونلاين يعني قد ما فينا أنا بجري بكون حد عن جد حد الناس حد الناس قد ما فينا منحاول نكون إنسانية هلأ نرجع على النقطة الأساسية لما يجوا لعنده بدأي لك شغلي أنا مش قصة نحنا ملنا واضحين مع الولاد بس بتعرفي لما يقولوا جايين عند بسيكولوج أو عند معالج نفسي بينقذ الولد خصة إذا كان شوية عمر كبير يعني قبل بريبي برتا أنا عم بحكيكي عنه عمر 10-11 9-10-11 في كتار من الولاد بيجوا رافضين بيجوا جقرين بيجوا متضايقين أنا شو بعمل قبل ما يجوا لعنده قبل ما يجوا لعنده بيحكوني الأهل أكيد على التليفون لأنا يخد موعد بطلب منهم بوقت الولد يكون رايق يدقل بتواصل معه أنا على التليفون وبجرب هيك بقت ما فيه راقبه وبقول أنا مرشدة أنا مرشدة وما بكذب يعلم لما يجل عندي بيقل له أنا حدك وأنا بسيكولوج لما هيك يبلش يتعرف علي وياخد وجه مثل ما بيقوله بيتم هيك بصير أكتر أناوية أنا أول شغلة منحكي مع الأهل على التليفون وبقل لهم ما بدي ما بدي اسمع كتير منكم مش بمعنى أنه هن كلامهم منه أساسي لأنه أوقات الأهل بيكون كلامهم مغير أو غير مطابق بديك تسمعه للشخص اللي بديك تهتم فيه للشخص المعنى بيجي عادة مش كل الأطفال ديغرب يحكوا الصغار مش ديغرب يحكوا مثل الأكبر الأدوليسان بنعمل لهم هيك تاست صغير على صعيد مثلا في داستان دوفامي في داستان بونام في داستان ييبر في تاست مثلا اسمه أفقتين منفرجيهم صور معينة لتنشوف هن كيف نظرسهم ردود فعلهم كيف نظرسهم كيف نظرسهم صح إذا عندهم أجرسيف ما عندهم شو الألوان اللي استخدموها أنا هون ببلش أكتر أتقرب من الولد وصير أسأله أسئلة معينة برجع من ضمن الجلسة عنا هالعشر دقائق المتبقية بدي أقعد مع الأهل أكيد بيسمع لهم بس ما بيكون الولد متواجد وأكيد بقيله للولد بأعطيه أكيد مثلا مثل بورد أو شي يرسم عليه بيغير قوضة بلويا اللي عمل لي ناطرة أنه إرجع شوفها طيما يحس أنه أنا مدري شو بدي أحكي مع الأهل أوقات لما يكون الولد شو أكبر مثلا من أعمار تريزان كاتورز بطار يقعد الولد مع الأهل ليه لأنه عن جد شو صعبة أنه تحط الولد بقوضة شو عم بتقول للأم شو عم بيقوله للبي أكيد خصوصا لما يكونوا ويعينوا به المرحلة الحساسة من عمره منعرف شو بيخطر أكيد بسير فكر أنه بوشي شو بيصير عنده كوريوزيته شو عم بتقوله يعني أنا كذا حدا أنا كيف الخبرية أنا يعني أكتر ما يبدأ إليك شي بس تمارسة أكتر شغلك أكتر مما أنت كنت معلمتي بالجامعة وشو بديك تعملي تطبيق على الأرض غير حتى مثلا فيه قصص معينة فيه علاجات نفسية ما فيك الطبقية مع هيدا الكاركتير من الأشخاص يعني بكتاخد كل كاركتير على حياد ما فيك الطبقة تنقول هيدا النسيون مثل ما هي هي زيتا على هيدا الشخص لأنه أوقات بيكون في تفاعل الأوقات بتلاقي بيصدك يعني مش دايما أنا معي بتلاقي خصة أنا إذا بدأحكي كنتي عدوليسان أو شواء كبار أكبر بتحسي مش دايما بيتفاعلوا معي دغري يعني أنا بلاقي صعوبة لأقنعون ودايما بعطيهم مثل هومورك على البيت يخدوا يعملوه يعني أنا بالعلاج النفس اللي يتم إذا كانوا أكبر بديك يكون فيه علاج أخدوا عطى أنت مع الباسيون يعني أنا بعطيهم قصص دايما يقروه حكيوا كلمات أساسية الكلمات أنا بسجلة وبطلب منهم يعطوني جملة يقدروا يفيدوا حالهم مش بس يتكلوا أنه أوكي حكينا حكينا وفلينا عطيتهم كم شغلة يعني هيدا العلاج بديكون هيك بشكل أكتر دقيق نخليهم هن أكتر يعرفوا يكونوا مدركين لحالتهم مش بس يجوا عم يحكوا ويرجع بعدين يكون فيه تكرار للمشكلة طبعهم مثل تنقول الصدمة أو الزلزال اللي صار في كثير من الأشخاص اللي بتبعهم نحنا وعينا نحنا شفنا نحنا حسينا بقلهم أنا بالعكس لازم نحنا نحس بهذا الشي ولازم نحنا هيدا تختبروه يعني صح بس أكتر شي أنا بشجع الكوتس بيرتجين كتير أنا بركز على الكوتس بيرتجين طبعا اللي بساعد كتير هو ترقي لحاله ترقي لحاله باهم أساسي بمشوار العلاج عن جد صح ترقي لحاله بتحس اللي بأو إيمانهم كان على كل الأصعدة وعا كل صائل أجان اللي بأو إيمانهم بتحس عندهم رجع عندهم تفائل عندهم قدرة أنه يكملوا بس الأشخاص اللي بتحسيهم شوية بعدين عن هيدا الموضوع بتحس أكتر الوساويس هواجس بتاكلون بدأول شغلنا كمان قلت شي نقطة أساسية أنه إذا ما تعالجوا على زغر بيصير معهم تراكمات تراكمات بتزيدوا بيصير العلاج أصعب كمان صح صح وبيصير في مشاكل نفسية أصعب مثل البايبولر نتيجة عن هيك قصة الصدمات ما تدركت على زغر وكمان ما يبدألك بعد شغلة كمان بيصير في مساكوتاء استريك خصة من اللي عند الفام أكتر بيصير أكتر انشعالية بيصير أكتر عندها عدائية بتحسي حتى منلاحظ كمان عند لزام أنه عندهم أكتر شعور بالانفيريوريتي والأتشمال لأهلهم يعني بيصير المرأة بيصير في خلاف مع جوزة بتحسين أنه دايما عم يسمع لأهله لأمه ما عم تحسينه هو سيد الأرار هو عم يقدر ياخد أراره يعني أهم شي الوعي اللي عم نجرب ننشر من خلالها اللقاء أهلا وسهلا فيك دايما كريستينا حموش وأكيد لكل الأشخاص اللي عم بتابعونا الصحة النفسية بأهمية الصحة الجسدية لو قد ما كانت المشكلة صغيرة صدقوني بتخلص بجلسة وجلستان بعدين بيصير فيه متل مقالة دكتور حموش ترك ومات وبيصير عن جدل اترابات بعد أصعب وأصعب بتترسخ بتصير شقفة من شخصيتنا ومن سمات شخصيتنا ما تهملو شي فاصل ومنتابع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة